اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 17 مليون درهم لمشروع توسيع سكن أئمة المساجد في الإمارة بما يتناسب مع عدد أفراد أسرهم واحتياجاتهم ووجه سموه دائرة الأشغال العامة في الشارقة بسرعة البدء بالتنفيذ وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة الانتهاء من المخططات الهندسية والتصاميم للبدء بتوفير المسكن الكريم للأئمة وذلك بعد أن تم اعتمادها من المجلس التنفيذي بالشارقة وقامت الدائرة بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بإجراء زيارات موقعية لكافة مساكن الأئمة التي تحتاج إلى توسعة وتضمنت الدراسة عدد أفراد أسرة الإمام مقارنة بعدد الغرف الموجودة في السكن ومدى توفر المساحة اللازمة حول المسجد للبناء والتعديلات المعمارية الناتجة عن التوسع وتوصلت الدراسة إلى توسعة 129 مسكنا وتم تقسيم فرق العمل إلى 7 فرق يشرف كل فريق على توسعة 20 مسجدا كي يتم الانتهاء منه خلال عام من بدء التنفيذ ترجمة نانسي قنقر